السلام عليكم قضينا مع بعض 30 يوم من أجمل أيام الحياة إن صح التعبير 30 يوم من أيام رمضان عشنا فيهم في 30 خاطرة حاولت إن الخواطر تمس حياتك تمس فكرك تمس الأسلوب اللي إحنا عايشين به حتى تكون نقطة انطلاقة لنا جميعا مكملين إن شاء الله بعد رمضان نصحت لحضرتك في العيد إنك تتبسط إنك تسعد نفسك تسعد حياتك تسعد قلبك تسعد فكرك تسعد كل واحد ليه فضل عليك حاول تقفل الموبايل بعد ما تعيد على الناس حاول ما تفتحش أي موضوعات ما لهاش أي لازمة تعكر فكرك أشوفكم على خير بعد رمضان وكل سنة وحضراتكم طيبين دكتور أحمد صادر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة